محمد وتوجه للناس رسالة في آخر لقاءنا وتقول لهم تقول حلمك وتوجه لهم رسالة تعرفهم بمحمد بطريقة محمد المايك معاك تعالوا نحلم بقى مع بعض كده النهاردة أي حد لازم ينسف أي صورة سلبية مش صارت يكون على فكرة منزلوا الإعاقة خالص احنا بننسف صورة زهنية عن نفسنا احنا قادرين نعمل كل حاجة لو احنا عايزين نعمل ده انت القوة انت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى لكن لازم دايما تعتقد ده في نفسك وانت مهما كان مكانتك مشارطة تكون وزير ولا رئيس الجمهورية ولا أي حاجة أقل حد موجود في الشارع هو أفضل حد موجود انت أفضل حد موجود عند نفسك الحاجة اللي أنا نفسي أعرف بها الناس أنا كشخص بحب مجال التدريب جدا بحب جدا أن أنا أثر في الناس وده اللي أنا بشتغل عليه خلال الفترة الجاية نرسم السعادة وشوف البسمة على وجوه كل حد موجود في الحياة علشان نوصل للرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها أن احنا نعمر في الأرض ونكون خليفة ليه فعلا ونحاول احنا نكون إيجابيين وبلدنا نرتقي بيها مجتمعنا نرتقي بيه أسارنا نرتقي بيها ونرتقي إن شاء الله ونكون في الجنة كلنا مع بعض بإذن الله الله يا حبيبي ساعدت جدا بلقاءك النهاردة وأكيد مشاهديننا أكيد محمد إداكم دفعة وطاقة إيجابية غير عادية لأنه فعلا هو مؤثر جدا في أي حد بيتعامل معاه وبرضو بضم صوته لصوته لأصحاب الأعمال أن دايما أصحاب الهمم والإرادة يريد يعني تدوهم فرصة أن هم يبقوا موجودين ويثبتوا نفسهم لأنهم بالفعل هم قد الحياة وبيعرفوا يكونوا قد كده وأكتر بكتير جدا من أي واحد فينا يقدر يقوم بي شرفتني ونورتني يا محمد وسعيدة جدا بلقاءك النهاردة وأكيد مشاهديني مبسوطين بيك وأنا حاخد كلمتنا اللي احنا قلناها من أول الحلقة ونصر عليها خليك مصدق نفسك تتصدق شكرا